في استطلاع الذي أجريناه على مدار أسبوعين والذي طرحنا به سؤال هل ترى أن القضاء النمساوي عادل أم أنه أم لا أم أنه مسيس شارك في هذا الاستطلاع خمسمائة وسبعين شخصا ستة وثلاثين بالمئة قالوا منهم أن القضاء عادل فيما قال أربعين بالمئة بأن القضاء مسيس وأربعين وعشرين بالمئة قالوا أن القضاء غير عادل يعني في قراءتنا لهذا الاستطلاع صراحة نلاحظ أن على ما يبدو أن العديد من الذين استطلعت آراءهم يرون يعني لا يوجد ثقة بشكل أو بآخر في القضاء النمساوي ستة وثلاثين بالمئة يرون أن القضاء عادل ولكن هذا الاستطلاع الذي حصل يعني على خمسمائة وسبعين مشاركا يكتسب شرعية من خلال المجتمع باعتبار أنه تجاوز الخمسمائة صوت فهو يعبر بشكل عام عن المجتمع عن الناطقين بالعربية باعتبار أن الصفحة النمسا ميديا والإنفوغرات هي موجهة لالناطقين بيئة العربية في النمسا ولكن إلى أي حد هذا الكلام صحيح يعني بتحليلنا ورؤيتنا للأحداث صراحة على ما يبدو أن هناك خيبة أمل من القضاء النمساوي من المحاكم من يعني الأمور التي تتعلق باللاجئين بالمهاجرين بشكل أو بآخر هذا الشيء على ما يبدو أنه يثير استياءا عاما لدى يعني العربي المهاجر بشكل يعني سموها ما شئتم في النمسا أن القضاء ينظر إليه أنه بشكل غير عادل ولكن عندما يرى أربعين بالمئة يعني لو قلنا تقريبا قديش نحن إذا بدنا نقول اللي قاله أن القضاء مسيس عفوا 233 شخص أربعين بالمئة من المستطلعين يرون أن القضاء مسيس صراحة هذه كارثة عندما يكون يعني يكون هذه الصورة هي التي وصلت للمشاهد وللمستمع وللمراقب فحتما هذا شيء يعبر عن خيبة أمل واضحة للمهاجرين في القضاء النمساوي طبعا القضايا كثرت في الفترة الأخيرة خاصة بما يعني يتعلق بعنف الشرطة أو بقضايا اللجوء من ظلمة في محاكم اللجوء من ظلمة مقابل يعني إذا كان عنده مشكلة مع الشرطة النمساوية العديد اليوم يعني على ما يبدو أن أربعين بالمئة يعني ميتين وخمسين شخص تقريبا قالوا أن القضاء مسيس والفضائح التي نراها تارة وأخرى على الصحافة والإعلام وما نقوم بنشره على إنفوغرات تدل على أن فعلا يوجد خلل ما بالقضاء والعديد من المنظمات الدولية ومنظمة العفو الدولية انتقدت القضاء النمساوي وانتقدت تحديدا التعامل بسياسة الكيل بمكانين بما يخص قضايا عنف الشرطة